بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين إن شاء الله في المحاضرة دية هنحل مثال مع بعض هو سويمينج بول حمام سباحة دائري أجزل الله هنشرح فيه تقريبا كل حاجة تعلمناه تمام طيب بالنسبة لخضوات التصميم اللي احنا هنمشيها مع بعض أول حاجة زي ما قلنا بنحط وبعد كده بنحسب الكونكريت دايمينشن أو نفرض الكونكريت دايمينشن وطبعا لأن الخزان ده أندر جراوند طبعا هو أندر جراوند سويمينج بول فطبعا لازم نشيك بيرين كابستي ولما هنشيك على البيرين كابستي هنشيكها في ثلاث حالات تمام يعني بعد الانشاء على طول اللي هو الاختبار يعني الخزان يكون مليام مية وما فيش أي ضغط طربة جانبي تاني حاجة ديورينج مينتنانس اللي هو وقت الصيانة الخزان ما فيهوش مية ولكن محاط بالطربة فهيكون معرر للاترال إرس بريشر وبعد كده ديورينج أوبريشن دا بشمهندس الخزان مليام مية وعليه ضغط طربة جانبي تمام بعد كده بشمهندس هنروح نشيك على الابليفت تمام هنشيك على الابليفت يا بشمهندس في حالتين إحنا قلنا الحالة الكريتيكل هي ديورينج إيه مينتنانس اللي هو وقت الصيان اللي هو ما فيش مية ولكن أنا هنا يا هندسة هشيك معاك برضه جاست أفضل وهقول لك ليه بعدين خلاص بعد كده شوان نحسب برضه على التلات حالات وبعد كده نصمم في كل حالة وبعد كده نشيك تمام وبعد كده نرسم تفاصيل التسليح